طيب تعالوا نجدد ترحيب بضفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وكننا بنقول الأسحار والأعمال مولانا حكماء في الشرعي بسم الله الرحمن الرحيم السحر جريمة منكرة محرمة مجرمة ولما نقرأ آيات في سورة البقرة عن سيدنا سليمان الله تعالى قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت يعني هنيجي بقى للشاهد وما يعلمان من أحد حتى يقولها إنما نحن فتنة فلا تكفر ومن هنا قال الفقهاء السحر تعلم وتعليم والاشتغال به كفر ولذلك في الفقه الإسلامي قوم من فصل نلحقه بباب الردة نحن في الفقه الإسلامي سواء الحنف الملك الشافعي الحنبالي الظاهري يلحق الفقهاء السحر بباب الردة وبعدين بقى آيات أخرى تانية يعني ولا يفلح السحر حيث أتى فده ذم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى ساحر أو كاهن الكاهن اللي هو برضو بيطعط السحر مش الكاهن كردبة دينية طبعا عند إخوتنا أهل الكتاب طبعا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فإذا كان مجرد إنسان ذكر أو أنسى يذهب إلى الذين يدعون أو يتعاملون بالسحر أنا قلت ليس تسأل على كده طب دعوكم الساحر طب واللي بيروح له هو الحديثة هو من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لأن السحر قلنا جريمة منكرة هيجي بعض الناس يقول لك وهو مذكور في القرآن الكريم مذكور على إنه جريمة مذكور بالجرب كالزناء كالرباء كالقتل مش معنى إنه أي حاجة مذكورة في القرآن تكون حلال طبعا دم وفيه جرائم مذكورة في القرآن حتى نتجنبها فهنا الأعمال السحرية باب من أبواب الشرك ونرجو المجتمع أن يقلع عن هذا وأن يعني لأن أنا ملاحظ أن يعني حوجت وموجت نسبة أشياء إلى الجن ده خطر يعني حتى على العقيدة الإسلامية لأن الله تعالى قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم رحقة فما يجي إنسان يدعن هو بيتعامل مع الجن أو بيتعوز بالجن أو بيستخدم الجن ده كافر خدت بال حضرتك مهما كان فالذهاب إلى هؤلاء خروج عن الملة الإسلامية فبيجي يقول لك لا يا مولانا ده أنا رحت عشان حاجة كويسة علشان خطر الشغل علشان خطر الرزق علشان خطر الصحة المنهج عشان خطر عايزة تجوز المنهج الإسلامي واضح مش رح أضر حد لا المنهج الإسلامي واضح وهو التوجه إلى الله وحده ففي سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هل لاحظ بقى كلما كسرت الأمية المعرفية وكلما كسرت الأمية الدينية بالخرافة والشعبزة بتنتشر يعني في العالم الثالث على وجه الخصوص لمس الجن المس دخول مش عارف الجن في جسد الإنسان سكن الجن ببدن الإنسان إزاء الجن للإنسان مع أنه ده منافر القرآن الكريم يعني ربونا من رحمته وفضله ولطفه قال وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ معايا حضرتك إلا إذا أنت لعبست أبقى دي قضية تانية بقى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله ولك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله عليك هنلاحظ بقى وفي ناس بقى بتزايد بالدين ومنسوبة إلى الدين وهيقول لك بقى الرقية الشرعية ومش الرقية الشرعية والحجامة وما الحجامة ويروحوا للناس ويؤروا لهم على مياه ويؤروا لهم على عسل كل دي خرافات احنا المنهج عندنا للأمراض النفسية والعضوية منهج واحد ايه هو؟ قال صلى الله عليه وآله تداووا عباد الله فما أنزل الله من دا إلا أنزل له الدواء ما عدا الموت اللي عنده أمراض نفسية ما يقولش دي من العفريت والجن على طول يروح للطبيب النفسي حلو اللي عنده أمراض عضوية يروح للتخصص طبع باطني ما باطني سكري غدد أيا كان بقى خدت بالك إنما نهجر هذا ويطلع لي بقى المتسلفة وغيرهم من طيور الظلام ومن الخوارج ويتحكوا على عقول الناس ويستولوا على أموال البسطاء وينسبوا ذلك إلى الإسلام حتى من ضمن الشيع ودي حقيقة قد تكون يعني أنا بقولها الرمكة لرابع مرة لما يشاع أن فيه حاجة اسمها طب النبو شاجة اسمها طب النبو الرسول مهمته أربعة في سورة الأحزاب يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراء ونذيرا ليس من مهمات النبي أن يكون طبيبا طيب ومن فيه بعض الأخبار والأثار دي مش الرسول قالها كوحي ده قالها من البيئة اللي عاش فيها من باب خبرته الحياتية في نفس البيئة التي عاش فيها ما بين مكة والمدينة والموروث البيئة في مكة والمدينة بالضبط إنما ما جايش النهاردة عن أحاديث عن حبة البركة عن التلبينة عن كذا ولذلك السيدة عائشة أبانت عن كذا رضي الله عنه قالت إيه لما كبر سنه وكسرت أوجاعه كانت تخدم عليه وفود العرب يسألون عن الإسلام وفيهم الأطباء لهم أطباء الأعشاب في هذا الوقت فكانوا ينعتون يعني يصفون للرسول الله سلم اللي هي الوصفات العشبية وكنا نصنعها له هل أنا النهاردة أهجر العلم ويجينوا واحد عنده مثلا المرض السكاني سواء النوع الأول أو التاني مثلا وبعدين يجي واحد يقول نعمله حجامة أو واحد عنده مثلا تيبس في العظام يعني حجامة إيه الحجامة كانت موجودة قبل النبي نفسه معايا حضرتها كانت موجودة في أكتر من حضارة نحن نريد أن الناس تنتبه من هذه الغفوة أو الغيبوبة حتى تتعامل مع صحيح الإسلام